معي في الستوديو زميل جمال العربي موفد أخبار الآن الذي عاد حديثا من مالي الحمد لله على السلام جمال أهلا وسهلا فيك الله يسلام يعني اختصرنا بهذا التقرير الوضع هناك والمخاوف ماذا يمكن أن تضيف فيما يتعلق بالوضع على الأرض كيف وجدته في تنبوكتو تحديدا نعم سكان مدينة تنبوكتو متخوفون من عوضة القاعدة لنشاطها بعد خروجها من هذه المدينة في سنة 2013 بعدما قامت القوات الفرنسية وقوات الجيش المالي من إخراج هذه الجماعات من هذه المنطقة لكن هاجس هذه الجماعات والتخوف كان قائما لكن في غياب القاعدة هذه الأيام كانت شبه غائبة في المنطقة إلا بعض النشاطات التي كانت تقوم بها من حين إلى حين لكن بعدما طلع تسجيل الصوتي للظواهري وكانت تسمية تنبوكتو بالاسم لأن مدينة تنبوكتو كان فيها معسكر للفرنسيين وهو دعا مقاتلي القاعدة إلى ضرب مصالح الفرنسية المتواجدة في المنطقة وبالضغط مدينة تنبوكتو هذا دليل على أن يريد سداف هذا المقر أو هذا المعسكر للفرنسيين الموجود بالمنطقة وكانت من قبل هناك عدة هاجمات انتحارية على هذا المقر العسكري وبالتالي هنا أهالي هذه المدينة كانوا متخوفون من عودة هذه الجماعات المسلحة أو سيطرتهم على هذه المنطقة بدلل أنه لما كنت هناك لا توجد قوات حكومية حتى داخل المقار مثلا المطار لما وصلنا كانت الأمم المتحدة أو قوات الأمم المتحدة هي التي تشرف على تأمين المطار بعدما خرجنا لا توجد أي مظاهر لجيش أو كذا لكن بعد هذه التهديدات شاهدنا بعد الحركة القوات المالية تواجدها هناك بكثرة وحتى في العاصمة المالية بماكو بالزبط هذه النقطة مهمة جمال سمعنا طبعا تسجيل الصوتي علمنا التهديد المباشر نعلم عن القلق والمخاوف لدى الأهالي منك جمال ولكن كيف هذا ينعكس على صورة هناك على الأرض فقط نتحدث عن بعض الجنود التابعة للجيش المالي هل هو على مستوى الخوف المشهد على الأرض؟ التحضيرات؟ أنا تحدثت أيضا إلى وزير الأمن سليف تروري الذي ذكر لي أن تم استحداث قوة جديدة وكنا قد عملنا عليها تقرير وهي قوة مكافحة الإرهاب الخاصة التي تم إنشأها بعد الهجوم الإرهابي على فندق راديسن بلو بباماكو من هنا جاءت فكرة إنشاء قوات خاصة لمكافحة الإرهاب لكن هذا لا يكفي لأنه مثل ما تعلمين المساحة الجغرافية كبيرة والبعد بين باماكو وتنبكتو هي مسافة تقريبا ساعتين بالطائرة يعني هي مسافة كبيرة فبالتالي هنا يجب أن يكون انتشار كبير للقوات الأمن خاصة من الجهة الشمالية التي تعتبر تقريبا جهة منسية سواء كانت من جهة التنمية سواء من جهة الأمن سواء من جهة الاقتصاد هي منطقة حدودية ولكن منطقة أيضا غائبة عن التنمية غائبة فيها مشاكل كثيرة أيضا الشباب الذين تحدثت إليهم كان غالبيتهم يعانون من البطالة وبعضهم تحدث لي صراحة قال لي أنا درست لم أجد شغل أكيد سوف أتوجه إلى الجماعات المسلحة فكان هذا هو خطابهم لكن هناك جهود طبعا لا نستطيع أن نخفي ذلك ولكن هو من الداخل بالنهاية يرفض الإرهاب والتطرف هم كلهم يرفضون أن يكون حاضنة لهذه الجماعات المسلحة لكن في المقابل يطلبون تنمية يطلبون تغيير يطلبون أنه الاهتمام يطلبون وهذا أيضا مثل ما ذكرت لك بعد لقائي مع وزير الأمن سيقومون بحملة توظيف كبيرة في أسلاك الشرطة الجيش والدرك من أبناء المنطقة للعمل في منطقتهم وحماية منطقتهم وهذا مهم جدا طبعا شكرا جزيلا لك جمال العربي كنت في مالي موفد أخبار الآن إلى هناك ترجمة نانسي قنقر